وانت ذكرت دكتور عماد انه من الاسهل والمنطق اكثر انقومن بالوحدانية الجامعة اكثر من المطلقة لانه بتعطي فكر منطقي مش مناقض للعقل بل بالعكس بتعطي المعقول لفهم الامر والحقيقة اساس نظام هذا اللي صار معي يجي وقت من عمري قبل الشيب قررت ادخل في الكتابات والنصوص والدراسات الوحدانية المطلقة والوحدانية المطلقة موجودة في عدة اديان فغصت فيه عشان افهم ليش مبدأ الوحدانية المطلقة بيرفض عقيدة الثلوث وصعقت مما اكتشفت زي ما حكينا قبل شوي باختصار هنا طبعا احنا منحب كل الناس بدنا نخير لكل الناس وما بدنا نقذي اي حدا اطلاق هذا مش برسالتنا بس احنا عم نحاول نفهم احنا بشر زينا زيكم عم منصارة عشان نفهم بس لقيت انه لم بمفهوم الوحدانية المطلقة بيصير زي ما حكينا الى صفاته عشوائية غير اكيدة اذا بتقول انا بعرف انه الله صفة كذا هذا يعتبر كفر لانك انت تعريف الله يعني تحديده واذا انت تحددت الله انت كفرت به هو حر عن اي تحديد عن اي تعريف ممكن يتصرف هيك وممكن العكس هو غير ملزم لا بوعد ولا بناموس تخيل انه تكون عنده قائمة من صفات الله غير مسموح لك ان تعرف معناها او تؤمن بها او تتكل عليها لانك مش عارف شو معناتها وما بتعرف اذا رح يختار هاي الصفة ام هاي ام هاي هاي او عكسا ما بتعرف يعني فكرة مخيفة عن الله طبعا لكن بمفهوم الوحدانية التسميت الوحدانية للجامعة هاي محدانية وحدانية بثالوس وحدانية الاب والابن والروح والقرس الاله العلائقي هو قائم سرمديا في علاقة ضمن وحدانيته هاي عجيبة في شخصية الله اعلنها لنا اوكي والان الفكرة منها انه لما بيعلن لها نحن الله عم بيقول لي شيء عن نفسه الشيء لازم نتجنبه بقوة ما نقول لالله لأ ما بيعجبني بدي اياك تكون بالطريقة الفلانية اوكي زي ما احنا من نشري سيل فون موبايل ومنحط سيم كارد بدي الله حط سيم كارد تاعي فيه حشان يشتغل زي ما انا عايز مش زي ما هو بده كيف بده الله يغيرك ازا هو على قدك ازا ما كان اكبر منك مرحبك حجم الله بطريقة تفكيرنا ومع انه الله غير محدود اوكي حتى المسيحيين للأسف يعني وحتى مؤمنين بيقعوا في نفس المشكلة الله يعتبر زي نوع من الباكج انا بجيبه في الوقت اللي انا محتاجه عاوز احطه بالنص وانا بشكله على صورتي بدل ما انا اتشكل او اكون في صورة الله اشتركوا في القناة